حياكم الله حضورنا الكريم حياك الله السادة سلمان السادة سلمان المعجل هو مرشد معتمد في مركز دعم المنشآت في مجال الامتياز التجاري باحث إداري للامتياز التجاري ومدير مكتب محمد المعجل للاستشارات الاقتصادية وحلول الفرنشايز يعمل في إعداد أنظمة عمل الامتياز التجاري والأدلة التشغيلية وهو أيضا مؤسس ومالك مطاعم كثيرة بنظام الامتياز التجاري بإذن الله اليوم رح نكون معكم في أحد اللقاءات المقدمة في مركز دعم المنشآت بعنوان الامتياز التجاري بوابة الانتشار السريع رح نتطرق بإذن الله اليوم لعدة محاور أهمها فهم الامتياز التجاري ببساطة يلخصها لنا الأستاذ سلمان وأيضا أساليب وأنواع المنح ما هي أهداف الامتياز التجاري وما هي الأدوار العملية للامتياز التجاري وتشغيل مثل هذا النوع من الأعمال حزم الامتياز التجاري وأخيرا عقد الامتياز التجاري المحاور كثيرة لعلنا إن شاء الله نحاول نختصرها قدر الإمكان وفي آخر ربع ساعة من هذه المحاضرة رح إن شاء الله ننتقل إلى قسم أو فقرة الأسئلة الأجوبة تقدرون توجهون أسئلتكم للأستاذ سلمان عن طريق الـ Q&A اللي موجود تحت في أسفل الشاشة حياك الله أستاذ سلمان وشكرا لتواجدك معنا اليوم الله يحييكم والشكل الموصول لكم الله يعافيك تفضل أستاذ سلمان تفضل السلام عليكم أهلا بالحضور الكرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمه ما نتكلم الآن في المحاضرة هذه العجالة عن مفاهيم حول الفرنشايف حول امتياز التجاري من يتكلم منطلق حول مفاهيم امتياز التجاري مو متعمقين في التعريف من يسوي مفاهيم عامة مصرحات عامة أو يعني مو متعمقين في المحاور المحاور هذه بنجملها إجماليا في محاضرة أخرى ممكن نفصل فيها المحاور نتكلم حنا عن افهم امتياز التجاري ببساطة محاور الأور هو أحد أنماق التوسع التجاري عبر الآخرين عندك فروع وعندك امتياز التجاري فهو أنماق التوسع التجاري نوعين يالفروع أو عبر الآخرين امتياز التجاري أو بذاتك يعني بذاتك أو عبر الآخرين بالفروع أو عبر الآخرين بمتياز التجاري طيب التعريف امتياز التجاري هو علاقة هو علاقة بين الطرفين منفصلين تماما إجاريا وماليا وقلوميا طيب نشرح العبارة هذه إجاريا الموظفين إجارة الموظفين والأمور الإجارية منفصلة عن المانح الممنوح طبعا هو في مانح بين الطرفين الطرف الأول يسمى مانح الطرف الثاني يسمى ممنوح فهي منفصلة تماما إجاريا وماليا وقلوميا إجاريا الموظفين كبع الممنوح ليس لهم علاقة بالمانح الموظفين كبع الممنوح ليس لهم علاقة منفصل عن إجارة المانح إجارة الممنوح منفصلة عن إجارة المانح ليس هي موظف رئيس ومرؤوس فهي منفصلة تماما ماليا وش نقصد في ماليا مالياً حجم الاستثمار المالي منفصلة المانح ما يستثمر في المشروع يستثمر في المشروع الممنوح الممنوح هو الذي يستثمر الموقع عندنا نموذج عمل هذا من يستثمر فيه من يضخ أموال فيه الممنوح الممنوح على تبع الموقع هو يملك الموقع الممنوح فهي منفصلة مالياً الكزانات المالية منفصلة تماماً فهذا المقصود ليه مالياً أن حجم الاستثمار منفصلة أن يضخ الأموال الممنوح هو يضخ الأموال المانح ما لا علاقة بالموقع المموذج العمل الفروع هذا هو يملك الممنوح الأموال مثلاً عندك يجيب عمالة رواكب عمالة رواكب مثلاً لجل معجات مشريات من يدفع هذه الممنوح يدفعها فهي منفصلة تماماً قانونياً هو جهتين شركتين منفصلة قانونياً كيان قانوني جهتين كيانين قانوني إثنين كيان قانوني يعني كيان قانوني شركة المانح مستقلة عن شركة الممنوح فأي التزامات قانونية من الجهة ذوي العلاقة مثل مثلاً التزامات مثلاً الضريبة والزكاة والدخل مكتب العمل منفصلة تماماً عن المانح الممنوح هو اللي يتزم فيها بكرة قدر الله مثلاً مثلاً هو عنده مطعم وجاءت يسمهم مايرجعون المانح يرجعون الممنوح إنه منفصلة قانونياً وهو عملية السنساخ هي عملية السنساخ لسق ناسخ لسق هي عملية السنساخ السنسخ الممنوح يسنسخ نموذج عمل المانح المانح عنده نموذج عمل عنده محل الممنوحين يستسكون العمل هذا يكررونه تكراره فهي عملية السنساخ وهي عملية استعجار منافع ليس البيت كثير من الخطون يقولون هي عملية يبيع بشري فمشايف فمسترح قانوني فمسترح متخصص هي استعجار استعجار مجا طويل طيب وهو نمط من أنماط التوسع التجاري عبر آخرين التوسع عبر آخرين في أنماط كثيرة من ضمنها الامتياز التجاري في فروع التوسع التجاري نوعين وهي أنواع كثيرة لكن نحن نتكلم عن أنواعين أساسيين الفروع بذاتك أو عبر آخرين امتياز تجاري طيب نقول تعريب الامتياز ما هذا من الامتياز؟ هو الحكر والحصرية المنطقة عندك منطقة حصبك يحميك المانح يحمي الممنوح ما يدخل عليك ممنوحين آخرين فهو الحكر والحصرية عندك منطقة ألف ما يدخلك ممنوح آخر معك في المنطقة هذه هذا هو التعريف إجماليا طيب يجي يسأل يسأل ان يقول ماذا السرق بين الوكالة والمتياز تجاري؟ ان تقول كذا بأخذ م hesitant وكادة س сделали لا هستيمان فوجولة أركض الفروق الجوهري بين الوكالة والمتياز تجاري لكال !! gli الناس يفهمون التفهم العبارة ويصير أن لا تصبح لبس يشير وضوح في العبارات ويصير سعيدا حتى نتطبقون الامتياز تجاري حقيقي حتى يكون ما في لبس ولا يكون الامتياز غير ناجح الفروق يعطيكم أكبر مثال أو أشهر مثالين نقول لك عندك مثلا امتياز تجاري ماك يعمل بنظام امتياز تجاري وتيوتا تعمل بنظام الوكالة بنظام امتياز تجاري يقول هو والفرق بين الوكالة هو المستهلك الأخير الزبون يدخل ماك جميع أنحاء العالم من نموذج واحد ما يفرج عنده فخلاف تيوتا يدخل في المحلات معارض تيوتا في العالم يختلف الشكل تقريبا فهنا هذا نقطة واحدة هذه النقطة الأولى النقطة اللي بعدها العلاقة بين المانح والممنوح في فرنشايز علاقة وطيجة هي علاقة زي علاقة زوجية يعني هي علاقة قوية لا تنفصل شراكة قوية هي مو شراكة ولكن علاقة قوية وطيجة مرة يعني هي زي علاقة زوجية لا هو رئيس ولا مرؤوس بخلاص الوكالة الوكالة العضوية يعطيك منتجات خلاص يعني ما يركز معك كتابة الأول بأول فهنا نقول لك الفرنشايز يعطيك عملية سماعة منتج كيف تصنع منتج ماك كيف يسوي بورجر كيف يسنع بورجر يبقى نقطة هنا يشكري يبقى نقطة الخلطات يعني خلاص بكرة قد جال الله مثلا وقف في ماك سكر في أمريكا المالك نفسه صاحب الماك شركة الأم سكرك ممكن هنا في السعودية يعمل مثال على ذلك من أن أعطيكم مثال يورمر شيه الأسواق أسواق يورمر شيه سكر المانح سكر الأم شركة الأم سكر ولكن في السعودية يعمل عنده أسدوب عنده نظام يعرف كيف يورد وين يستورد النظام كامل يعرف أسدوب العمل كامل عنده السلوب العمل واضح عند الممنوح فهو الآن قفل شركة الأم قفلك ولكن هو عند السلوب العمل وعنده يعرف وين يجيب الممنوح وين يجيب المعداء الأدوات مثلا يورما شيه يعرف وين يجيب مصادر المنزعين حق تبعة مصادر المنتجات وين يجيبها المواد حق تاوين يجيبها عاص عندها فهو يعطيك عملية صناعة المنتج والخدمات بخلاف الوكالة الوكالة يعطيك المنتج جاهز ما تصنعها زي تيوتا يعطيك سياعة جاهزة إذا قفة شركة الأم تيوتا السعودية وكيف يصير عليها السعودية إذا شركة الأم في تيوتا سكرت ها؟ ممكن تجاوبون عليه؟ نقول بيسكر حكما حكما بيسكر لإنما عنده أو أنه بيجول لها سيارة ثانية شركة ثانية تبيع السيارات نعم بلغطية جميل يسكر شركة الأم ممكن يسوي لها يقول لها شركة ثانية بخلاف فإن شاير يسكر شركة الأم ممكن يعمل لإن عندها عدلة شغلية واضحة عندها نظام مصدوب عمل واضح فهنا هنا الفرق يكمل الجوهرية الجوهر النقطة الجوهرية أن هناك يعطيك منتجات جاهزة تبيحة في الوكالة في الوكالة يعطيك منتجات جاهزة وتبيحة في الخلاف فإن شائز فإن شائز يعطيك صناعة منتج كيف تصنع منتج طيب نحن نقول وش أفضل أنا أشتغل هو أحد يسأل يقول أنا أشتغل بفروع أفضل لي أشتغل بفروع لش أشتغل بالنظام الفرنشايز إن هي هي منفصلة قانونيا إيجاريا طيب أنا بأخذ يسألني واحد يقوليش أنا أخذ هو بيأخذ المانح بيأخذ رسوم مختطعة بيأخذ رسوم حي عندها هذا أنواع من رسوم في رسوم أولية وهي رسوم نسبة من نبيعات مختطعة وفي رسوم على التسوير فحنا قلنا مثلا إجاري مستقلا بكرة بجيني عمال أنا بجيني مشاكل مع ممنوح لا نقولي إعمل من حيث أنت الآخرين فالفروع أفضل لك أفضل أفضل أنك تعمل بالامتياز جاري أفضل من الفروع الامتياز جاري أفضل من نمط الفروع أولا أنك أنت يمانح حراص تريح حراصك من التشغيل عملية تشغيلية أنا تشغيلية بركز عليها الممنوح تشغيل موقع كذلك الممنوح أفضل تعمل من حيث أنت الآخرون تعمل من حيث أنت الآخرون ويختصر لك مسافات تقول ليش أنا أروح انتجاز جاري يختصر المسافات يشاعدني يوسع المطاق انتشار أوسع طيب نذهب إلى المحور الآخر أسريب منح امتياز جاري نجملها هي أربعة أسريب متعارفة عليها أربعة أسلوب وحدة واحدة وهي يعطيك المانح بيضع خريطة بيكون عندها خريطة تغرافية نسميها خريطة تحمل امتياز جاري طيب الخريطة كيف يضعها الخريطة هذه يضعها بناء طبعا هو يضعها حسب معايير المانح حسب معايير المانح يضعه حسب معايير يضع الخريطة أنا كيف أعرف خريطة مثلا أمريكا كيف أعرف خريطة السعودية أنا ما عرف خريطة السعودية بيكون نجيب خريطة السعودية نجيبها من وزارة الداخلية عندك خريطة سعودية تقسيمها مناطق أنت تقسيمها بتريكتك مناطق يبقى مناطق الرياض خليها منطقة كاملة أعطيها ممنوح واحد فهي عندك هنا وحدة واحدة وحدة واحدة نقصد فيها الوحدة الواحدة نقصد فيها منطقة صغيرة مثل ما قلنا في التعريف السابق هي حصر إن كي تعريب هو الحكر والحصرية فهنا حصر منطقة واحدة حصلك منطقة قصيرة مثلا أعطيك حي ملك فهد مثالا ذلك حي ملك فهد في الرياض خلص دولこ شارع في حي ملك فهد فطلك فرع واحد يا ممنوح فطلك موقع واحد في حي ملك فهد طيب وحدة متعجدة النمط الثاني أسلوب الثاني وحدة متعجدة أنا أعطيك شمال الرياض بعطيك منطقة وسع كما توسعت النطاق توسع بالسلوب كما كبرت كما كبرت النطاق نطاق المنح اشتركوا في القناة